خلينا اروح مع حضراتكم للملف التاني اللي معايا النهاردة وهو ملف العملية الكبيرة عملية النصب الرقمي او عملية النصب المراقمن او عملية النصب الالكتروني انجاز التعبير لكن فاكر زمان كان شركات توظيف الاموال ايام اسمه الريان والساعد وناس دي وبعدين مرورا بعد كده ببعض المحاولات لتوظيف اموال الناس وبعدين بقى فيه فكرة مصطلح اعلامي اسمه المستريح او المسترياحة وبعدين تطوير للفكرة يعني بيمارسوا هذا النصب اكبر عن جد يعني ده سلسال سلسال النصبين شغالين من توظيف الاموال للمستريح لتعدين او عملية النصب الرقمي والحقيقة يعني وقبل ما اخش بالموضوع وكلام ده قلته قبل كده لما النصاب بتاع اسوان اللي هو الراجل المستريح كان بيتكلم وسحب كم مليار من الناس هو مجال النصب وتوظيف الاموال واللي هو احد بيليم الفلوس والناس يسرخ والحقيقة يا حكومة وغيره هو انت كنت فين لما انت ديت فلوس الحكومة كنت فين انت ان روح تقلت سألت الحكومة يا حكومة انا روح احط فلوسي عند واحد يعني انت انت كنت فين مش عايز بس اسطح الموضوع لكن بقول مجموعة من النصابين استعدوا مجموعة من الطماعين فحادث للمشكلة بقول كلام بالتأكيد هيزع على الناس الضحايا يقول لك الراجل ده ما عندوش قلب لا ده انت اللي ما عندكش مخ انت اللي ما عندكش عقد انت اللي ما عندكش مش عايز اقوله ضمير انت عايز تكسب كل الناس عايز تكسب لكن انت عايز تكسب مكسب سريع عايز تكسب مكسب من غير مجهود يعني ايه واحد يا جماعة معلش يعني يعني خليه برضو ايه ان كان المستمع عائل المتحدث عائل فالمستمع مش عارف ايه فيه مساء كده جتقال يعني لما ييجي واحد يقول لو سمحت يا ابني اديني اربعة تلاف جنيه دي سعر الالة الاولى فيه الاولى وتانية وتالتة وربعة معلش يركزوا معايا دقيقة سعر الالة الاولى ده ده عاملية النازمة بالمناسبة الناس اللي ما تعرفش اللي هو موضوع اللي على النت سعر الالة الاولى من تطبيق هوجبول اربعة تلاف جنيه. اربعة تلاف جنيه. الربح اليومي متين واربعين جنيه. يعني انت لو اديت اللي اربعة تلاف جنيه بيقولك هبديك يوميا ميتين واربعين جنيه. انهار بيض. اربعة تلاف جنيه. يديك كل يوم متين واربعين. طيب ما انت تنزل الشغل ليه? ولا تبقى غلطة? لو فعلا اربعة تلاف جنيه. يكسبوك متين واربعين جنيه في اليوم? خلاص. اكلك وسجايرك وشربك ومية مية. اوه نحط رجلها رجلها عمو اسمع في لمقة. ابا يدي واسود. الشغل ليه? ولا تشتغل ولا تعرق ولا تقرف نفسك. هم اربعة تلاف جنيه. يا سلام? قال له بس خد بالك هتسحب الربح بقى بعد مية وخمسين يوم. مية وخمسين يوم يعني كم شهر? خمس شهور? خمس شهور? مية وطلعت شهور. بعد خمس شهور قصد. خمس شهور. يبقى انت في خمس شهور تكسب كام يا مؤمن? خمسة وتلاتين الف جنيه. في الخمس شهور خمسة وتلاتين الف جنيه. يعني سبعة تلاف جنيه في الشهر.